عشرة من عشرة عمزاج أحلى إذاعة نجم الأسبوع من بعد ما أطلق ألبومه الأول سنة 2001 واللي كان بيحمل اسم شو بيمنع زاع سيتو ونعرف اسمه بلبنان والعالم العربي وصاروا الناس بيتابعوه بيستنوا حفلاته وألبوماته وفيديو كليباته المميزة وارتبط اسمه بالجرأة اللي بيقدم من خلالها أفكار جديدة لأنه جريء بتقديم اللي ما بيجرؤ غيره عتقديمه أكيد طبعا بأسلوبه وستايله المميزين معنا ومعكم مستمعينا ستار أوف ذا ويك الوان مان شو الفنان اللبناني جو أشقر يسعد لي مساحة يا أهلا وسهلا يسعد مساكل يسعد طباحك شخص بارك يا أهلا يا أهلا أما عن فكرة الوان مان شو فحكت جو أول شي خليني فصل لك مفهوم الوان مان شو هلا مفهوم الوان مان شو مؤخرا صار رايج هيكي بطريقة شوي أنه أقل من قيمة هالكلمة هي كلمة الوان مان شو أنا بالنسبة لأقليه الإنسان الوان مان شو هو الإنسان اللي هو رجل عم ينفرد بحاله منطلقاء نفسه عم يقدر يدير الأمور كلها بشخصه لحاله عملت كذا ألبوم مثل شو بيمنع وماذا قالوا ملك وسلطان وغيرها بعدين بلشت تنزل أغاني سنجل فخمين وضربوا مثل وينك وميلي ميلي وشو أخبارك ودخلي الغنوج وحبيبة قلبي يعني جرني الكبدي وصير له وأكيد كمان عملت ديو مع الفنانة هنا الإدريسي اللي هو للسهر سهر هلا شو السبب؟ يعني إيش السبب أنه أنه أنت بطلت تنزل ألبوم تعرف أنه اللي ما بينضل ألبوم عشر أو اتناشر أغنيات بيبقوا الأغنيات كلهم الحالين لما اللي بتاخد صدارة هي الأحلى بقوا بكلهم بيمروا مرور الكرام وعنا عالا مؤخراً بأخذ فترة تعرفي فيه كثافة أعمال وكثافة سنانين كثافة الصراف ومشان هيك أنا برأي السنجل يعني هي الفكرة الثانينية بهالفترة الوحد ينزل سنجل هايك هو بيخد حق أو الأغنية تيخد حق مية بالمية طب جو زي ما بقولوا أخواننا المصريين إن هي في الأغنية صح؟ أغنية كبر الولد نزلتها على يوتيوب بـ 14.4 تقريباً والسلوغن كان لقواس صحة وهنا والسلوغن كان لقواس مش عادي وقفها العادي وبعدين آخر أغنياتك مصاري من وين أوكي يعني لحظت صراحة أن هاي السنة هدول الأغنيتين عم بيصلتوا تضوع على أضايا كتير مهمة وواقع من عيشه مثل الطخ بالأعراس وتكليف الزواج العالية وتكليف المعيشة بشكل عام هل أنت تعمت هالشي أو إجت صدفة معك؟ حب نزل أغنيات تترك بصمات حب نزل أغنيات يكون فيه من وراها ميسج يكون فيه من وراها أنه رسالة يكون فيه من وراها فكرة يعني هيدا اللي دايما بتقصد أني عمله الحمد لله يعني عم بنجح بها الطريقة اللي عم بتلكها صراحة لما برضو عملت الريساتش تعي فيديو كلب أغنية شو بيمنا و هلأ لما شفت الفيديو كلب انصدمت معي و أنا مثلا من نفس الجيل أنا إياك وين راحوا الشعرات الكيرلي جو معقول؟ هلأ إذا بطولهم شوية مش عموا كيرلي يعني بس إنه مش معقول يعني بتطلع دايما أنا بكونوا قاعد في السهرة مثلا و عم بغني والناس يكونوا عم بيحضروا فيديو مثلا الأغنية عم بغني شو بيمنا على نقول و الفيديو مارع بتطلع بالناس بأنهم تطلعوا بالفيديو بس بديلكونوا بيخرق من الشبهة أربعين يعني كنت بدي أقول لك أصلا شو كان بهمنا هتقص شعراتك قبل الفيديو كلب مش معقول معقول يعني لا بس برضو إنت جميل قلبا وقالبا يا جو تانكي يا حبيب كلي كذلك عشرة من عشرة عمزاج أحلى إذاعة نجمة الأسبوع هلأ إحنا كلهاتنا بنعرف أنك بتملك واحد من أكبر محلات السهر ببيروت كاسينو اللي موجود بالأشرفية وبتغني فيه بالويكند وأنا متأكدة أنه زيك زينا بيجيك أوقات مو حابب تغني أو ما بتكون بالمود شوف تعمل بهاي الحالة هل في مرة اعتذرت مثلا عنها؟ ما هو هيدا الشي المتعب واللي أنه أكتر الشي بتعب الفنان لما بيكون هو مرهق مش عم نحكي الجسديا عم نحكي بيكون مرهق نفسيا أو بحالة مزاج منه كتير مرتاح أو عنده مشاكل عائلية أو ظروف معينة بتحطوا بحالة بيكون في الفنان داون وبيكون مضطر أنه يغني بيكون في جمهور ناطرو أو ناس موجودين بقدم يسهروا ويتمعوا ويغني بس الحمد لله يعني أنا بجرب دايما قدمة فيي أنه أتخطى هالظروف اللي أحيانا بيكون موجود فيها وبعتبر حالي نازل أسهر مثل هالناس نازل وإنت صراحة أكتر حدا بيعطي بوزيتف أنرجي صرحة أكتر حبيبي عن جد ماشاء الله الله هاي نعمة طيب جوه هلا أنت لو مو فنان كبير ومشهور ومعرف شو كان ممكن تكون؟ طبخ يعني إيش هوايات؟ طبخ أكيد طيب كيف تنعمل شربة العدس يلا دوووووو وليكي أنا رح يجي نهار مشا الله بنتفاض بسواب وأبت أبن رح أعمل طبخها ودركوا نأكل من إيديه أنا مش هنعطي لعطي الوصفها للهوة نعمل طبخة ونصورها وننزلها فيديو فقط مالا علينا موحة خلاص اتفعنا هلأ سنة 2013 ببرنامج سبلاش على ال البي سي مطيت من رفاص 10 متر معريد تحاياك وبس نزلت حكايت أنا خويف وفخوري بخوفي تغير هادا الشي أكيد أنا كتير بقاف خاصة ما تغير فيك بعد كل مصر أبداً أبداً خاف كبير من العلو هلأ في شي تغير في أنا كنت كتير خاف على فكرة من الإبرة من الحقنة يعني هيدا كان عندي فوبيا منها أنا وكنت كان يعني ينزل ضغطي وأحياناً تغيب عن الوعي لما أشوف الإبرة هيدا المرحلة فطيتها إلي أكثر من 5 متنين ومع التعنيلي أفداً من فكرة الإبرة فتطلع عليها وتبرج عليها أنا وعم بتحق مثل العلو الشهك وهيدا عيدا الشي أنا ما يعني ما بقدر ما بقدر تحملوا هيدا بعمل لي خوف شو أكتر إشي بيخوف عملته بحياتك؟ أكتر شي بتخوف أعملت بحياتك؟ لأ لو في شي بيخوف ما كنت عملته أطلع طيب يا رباس 10 متر بتقولي بخاف من العلو طيب يعني أنه أكتر بتخوف بس بالآخر أنه معروفة أنه هأنزل بالماء يعني وغمق الماء كمان دا في عندك 10 متارة أنه علو في عندك قبلها 7 متار عمق بالماء يعني أيدي كانت بتخوف أكيد بس أنه مش هالشين مرعب أرفته بس أنه إذا في شي بمعنى الكلمة بيخوف أكيد ما كنت عمله لو كانت حياتك قصة شو بيكون عنوانها؟ جو أشقر جو أشقر يعني أبدأ أحكي للمستمعينا هيدا جو أشقر اللي أنتم ما بتعرفوه الإنسان المتواضع القريب من الألب اللي عن جد بيعطي طائعي جبيرة سواء كان بالحاضر أو حتى عتريفون جو أشقر بدي أشكرك كتير كتير شكرا جزو ومنستناك بعمال أه تسلم إن شاء الله بنشوفكم قريبا وإن شاء الله بتكون الإجازة إجازة بايتية إجازة حلوة وبشكرك أنا على المقابلة الحلوة الموضوع الله معك أهلك